السلام عليكم ازاي ايكم ايه وحشتوني جدا جدا لو بتشوفكن الاول مرة اعملوا سابسكرايب اشتركوا فيها وفعلوا الجرس لنسالكم مني كل جديد ولايك الفيديو اللي اعجبكم انا متأكدة ان شاء الله ان هو يعجبكم ويلا بينا نبدأ الوصف وصفتنا النهاردة سهلة جدا زي ما انتو شايفين بصوا بقى شكل وطعم وريحة حاجة كده رهيبة من الاخر لازم تجربوها هتشرفكم في عزيم رمضان طبعا زي ما انتو شايفين كده البهارات بتاعتنا برضو سهلة وبسيطة جدا معانا هنا معلقة كبيرة من الملح وعليها فلفل اسود وكمان معلقة كبيرة من الكمول ومعلقة كبيرة من السبع بهارات ومعلقة كبيرة من بهارات الفراخ ومعانا هنا كده تماطم مقطعينها نصين علشان هنضربوهم في الخلاط مع بعض وكمان بصل حوالي اربع بصلات او خمس بصلات وكمان التماطم برضو وكمان كده كان فاصل الطوم وكل دول هنضربوهم مع بعض في الخلاط زي ما هتشوفو دلوقتي عشان نتابل بيهم الفراخ بتاعتنا وانسيت اقول لكم احنا هنزود على البهارات بتاعتنا كاري خلاص بقى كده دلوقتي زي ما انتو شايفين دول تلت فراخات بتاعنا هنتابل بيهم بقى الفراخ عايز اقول لكم ان الفراخ ديت على طريقة مامتي واتمنى ان انتو تجربوها لان هي بجد بتبقى بصوا رحيتها قلبة الدنيا ومش رحيتها بس بكبان طعموها يجنن متأكد ان هي هتعجبكم خلاص كده حطينا التوابل كلها وهنبدأ بقى كده نقلب الفراخ وشوفوا بقى لازم تتبلوا الفراخ ديها كويس جدا تبلناها قبلها بيوم هي كانت عاملها يعني عزمتنا في رمضان وانحنا رحنا لها وهي كانت متبلة بقى الفراخ قبلها بيوم زي ما انتو شايفين كده بنتبل الفراخ كويس جدا وكمان بتدخلي التوابل كده تحت الجلد بتاع صدر الفرخة هتشوفوا دلوقتي هي بتعمل ايه اختبعوا الفيديو خطوة بخطوة علشان ما اتهوش مني وتبقوا ايه ام متابعين كل خطوة زي ما انتو شايفين كده هي بتاخد من التوابل وبتدخل كده اهو في الفراخ بصتوا دخلت ايديها كده في الجلدة بتاعة صدر الفرخة تحت الجلد كده بتاع الفرخة اهو زي ما انتو شايفين كده تاخدي كده من التوابل وتحطي كده جوة بجد تعمها حكاية والله العظيمة بكدب عليكم اتمنى ان انتو تجربوها لان انتو هتتبهروا خلاص بقى كده هنتبل الثلاث فرخات بنفس الطريقة ونحط التدبيلة تحت الجلد زي ما قلتلكم كده علشان تشرب من التدبيلة كويس جدا سهل جدا وبسيطة ومش هتاخد معاك اهو متأكد ان هي هتعجبكم جدا دلوقتي بقى جبنا كده سكينة وبدأنا ان احنا نعمل فتحات او اه نغزات كده يعني في الفرخة علشان تشرب من التدبيلة كويس وكمان تستوي كويس برضو شايفين يعني برضو ايه كده فتحات عشوائية في الورك في الصدر في الظهر بتاع الفرخة كده تعملي كده فتحات كده بالسكينة دخالي كده بس السكينة اهو شايفين عشان تشرب بقى كده من التدبيلة كويس جدا وكمان تستوي معاك برضو كويس جدا لان الفراخ داية فراخ كبيرة مش عارفة يعني بصراحة وزنهم كان قد ايه بس ممكن الواحدة تكون اتنين كيلو شوية اتنين كيلو ونص اتنين كيلو وشوية كده يعني فلازم تفتحيها كده كويس جدا علشان تستوي معاك كويس في الفرن شايفين بقى كده خلاص تبلو كويس جدا اهو انا قلتلكم بقى ان هي كانت عامليها وشالتها ليلة في التلاجة فاحنا دلوقتي حطناهم في علبة كده وقفلناهم بقى بالغطى وهنسيبهم بقى ليلة كاملة لحد ما ييجي اهو تاني يوم يعني ونعملها شايفين بقى الاعداء اللي استلس دايت اللي استلس دوت اللي هنحط فيه الفرخة بتاعتنا في الفرن علشان تشوي كويس جدا هنجيب ايه نور علشان معلش بعتزل الحتة دي ما تصورتش فيديو اتاخدت صورة زي ما انتو شايفين كده جبنا صانية وحطينا فيها شوية مية تمام يعني تحطي كده في الصانية تعبيها نص مية نص الصانية تتعبى مية وبعد كده تحطي فيها قعدتين اللي استلس او قعدة اللي استلس اللي عندك اللي انت تعملي فيها الفرخة وتوقف فيها الفرخة وهتشغلي عليها الفرن من تحت بس وهتلاقيها بقى حمرت واستوت كده معاك وزي الفل ولو الميا بتاعتها قصت او قلت زوديها عادي جدا طبعا الفراخ هتنزل بقى كل الدهون اللي فيها وهتستوي معاك وتحمره وتبقى زي الفل زي ما انت شايفة كده طب لو ما عندناش القعدة اللي استلس دي يا نورا نعمل ايه؟ عارفين الازايز الحاجة سقعة اللي هي بتبقى اللي هي الساروخ ديت او اللي هي الليتر الصغيرة ديت الازاز تقدر ان انت تعبيها مية تعبي الازازة الازاز دي ايه وما تستغربوش تعبي الازازة الازاز ديت مية وتحطيها كده توقفيها في الصانية وتبقى برضو الصانية بتاعتك هيبقى فيها مية خلاص والازازة الازاز ديت يبقى فيها مية وتحطي بقى الفرخة كده فيها وطبعا هتستوي معاك وتبقى زي الفل وما تخافيش مش هتفرقع ولا يجرى لها اي حاجة طبعا نجربوها قبل كده ما تنسيش بقى لو بتشوفي القناة لأول مرة تشترك فيها وتفعالي الجرس لنصلك مني كل جديد ولاقيك للفيديو لو عجبك ولو اي حاجة عايز تستفسري عنها او مش بما في الفيديو اكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك وبأكد تاني عليكو اهو الازازة الازاز ديت لو هتحطيها ازاز الحاجة سقعة في الفرخة كده زي ما قلتلكم لازم تبقى الازازة ديت مليانة مية وانا ان شاء الله والله العظيم يا جماعة انا مجربوها قبل كده ما فرقعتش معي ولا اي حاجة خالص والمية بتفضل فيها زي ما هي وتبقى باردو مع بيا الصينية مية خلاص كده وان شاء الله الوصفة تكون سهلة و بسيطة وعجبتكم وده شكل الفراخ بعد ما استود والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة